بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونولا ثم أما بعد يتجدد لقاءنا معكم أو يتجدد لقاءنا معكم مع موضوع جميل جدا في موضوع في الثقافة الإسلامية وهو موضوع العبادة في الإسلام أو العبادات في الإسلام نحن بصدد الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عن مجمل العبادات في الإسلام من حيث معناها والشروط الواجب تواثرها في أي عبادة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الفلسفة التي تقوم عليها العبادة في الإسلام ومقاصد الشريعة والأهداف من هذه العبادة التي شرعها الله وكذلك بما تتميز به العبادة من خصائص وما تورثه في أنفسنا من آثار لنبدأ بإذن الله وعلى بركة الله في تعريف العبادة الآن عندما نصلي نكون نحن في عبادة وعندما نصوم في عبادة وعندما نحب الله نكون في عبادة وعندما نبتهل إلى الله عبادة وعندما ندعو الله وعندما نكون في تفكر في ملكوت الله نحن في عبادة إذن هل العبادة تنحصر في شكل معين؟ هل العبادة تنحصر في لون معين؟ هل العبادة تنحصر في كيفية معينة؟ لا إطلاقا العبادة هي اسم جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إذن هي اسم جامع وكلمة جامع عليها ألف خط أحمر هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى كلمة اسم جامع كما قلت لكم هي كلمة عبادة لك ليس كما أقول صلاة 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 لكن عبادة صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد كلام كثير جدا إذن هي اسم جامع ماذا يجمع بين طياته كل ما يحبه الله ويرضى من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة أعطيني مثال على أقوال أقوال قرأة القرآن الدعاء أليس كذلك الأمر بل معروف باللسان هذه تعتبر أقوال أعطيني أفعال الصلاة الجهاد الزكاة أليس كذلك؟ هذه أفعال أعطيني مثال لعبادة ظاهرة الصلاة 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 ظاهرة أعطيني مثال لعبادة باطنة باطنة معناك الدعاء ظاهرة أتعرف ما معنى العبادة الباطنة يعني عبادات قلبية أسألكم سؤال لا العبادة ظاهرة تعتبر ظاهرة صالوا على رسول الله لو سألتك سؤال الدعاء باللسان طيب لو سألتكم سؤال هل تحبون الله؟ هل تحبون الله؟ أكيد محبة الله عبادة ولا مش عبادة؟ أين مكانها؟ قلب ظاهر ولا باطن؟ باطن وصلنا إذن محبة الله عبادة قلبية باطنة الخوف من الله عبادة باطنة الرجاء فيما عند الله حسن الظن بالله عبادة باطنة إذن هذه عبادات قلبية باطنة سواء كانت العبادات ظاهرة أو باطنة قول أو فعل تعتبر عبادة أي عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى حتى تكون مقبولة عند الله لابد من توفره شرطين أساسيين تفضل الإخلاص الإخلاص ثانيا الاتباع قال سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ كيف؟ مخلصين له الدين إذن كيف؟ أول شرط من شروط قبول العبادة الإخلاص معنى الإخلاص ألا نكون قد توجهنا بهذه العبادة إلا إرضاءا لله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله إذن أول عن آخر ما فعلت هذه العبادة لا خوفا من سلطان ولا خوفا من أي أمر من أمور الدنيا ولكن حبا لله وخوفا من عقاب الله إذن هذا الأمر الأول أو الشرط الأول الشرط الثاني هو ما معنى الاتباع؟ بارك الله فيك وهو موافقة العبادة للكيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهل يجوز لعابد لله أن يصلي بدلا من الأربع ركعات خمسة في فريضة الظهر لا يجوز لماذا؟ أيوة لأنها هكذا شرعة الله بمعنى لو قمت أنا بصلاة خمسة ركعات بدل أربع ركعات ماذا أصبح مبتدع في الدين بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار فالأصل في الإنسان المؤمن أن يكون فعلا عبدا لله وقائما بشرع الله كما يريد الله سبحانه وتعالى ومتبعا بفعله وقوله وعباداته الظاهرة أو الباطنة لماذا؟ لمنهج رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى فلسفة العبادة الآن هذه العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكي أولا فلسفة العبادة التي القائمة لماذا شرع الله هذه العبادة؟ ولماذا سبحانه وتعالى كان بالإمكان أن يكون المطلوب من أي شيء إلا العبادة لكن لماذا العبادة؟ أولا وجود هذه العبادة فيها منظم لعلاقة الإنسان بماذا؟ بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان الآن كيف أتعامل مع الله؟ ما هو حب للوصال بيني وبين الله؟ صلاة وقرآن كيف أتعامل مع نفسي؟ هل أنا حر؟ حر مطلق؟ هل يجوزني قتل نفسي؟ لا إذن كيف أعرفت أنه لا؟ إذن العبادات التي الله أعطانيها وأمرني بها نظمت علاقتي بمن؟ حتى بنفسي أعرف ماذا أتكلم وكيف أتكلم وما يجوز وما لا يجوز كيف أنظر وإلى أي شيء أنظر واضح؟ وكذلك علاقتي بأخي الإنسان مسلما وكافرا ليس شرطا المسلم فكرين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى طريق التعامل حتى مع غير المسلمين عبادة لله أن نعاملهم بالعدل حتى بالرغم من كراهيتنا لهم أو اختلافنا معهم في الدين أو في المنهج طيب كيف أعرفت هذا؟ وخلال العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى لدينا أسير من اليهود كيف أتعامل معه؟ أقطعه إربا إربا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا حتى وإن كان عدوا هل يجوز لي التمثيل بجلثته؟ تخيلي طريقة التعامل مع الكافر فما بالك مع المؤمن صحيح صحيح لا تقتروا امرأة صحيح إذن باختصار شديد أولا العبادة نجل فلسفة العبادة العبادة تعتبر منظم لعلاقة الإنسان بالله منظم لا أخذ كلمات مفتحية منظم لعلاقة الإنسان بالله وبنفسه وبأخيه الإنسان أيضا تفضلي العبادة عندنا هي حق لله شكرا على الخلق والإنعام الآن لو لم يكن لله علينا فضل سوى أنه خلقنا هذا الأمر يستوجب منه عبادة الله فما بالك بكثير من الأفضال والإنعام الذي شملنا به الله سبحانه وتعالى في كل نفس نتنفسه ألا يستوجب هذا منه شكرا لله؟ كيف أشكر الله؟ ما اللغة؟ الحمد لله على نعمة كلها الحمد عبادة إذن ما اللغة التي أترجم فيها شكري لله؟ العبادة إذن العبادة تنظم لعلاقة الإنسان وكذلك العبادة فيها حق لله شكرا على الخلق والإنعام كذلك هي العبادة هي مراد الله من خلقه كون الله سبحانه وتعالى أمرني بأن أفعل فلا بد أن أكون عبدا مطيعا فلا بد أن أكون عبدا مطيعا فبما أن الله سبحانه وتعالى أراد من العبادة ففلسفة العبادة تقوم على طاعة الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهي مراد الله من خلقه مدام إنها مراد الله من خلقه إذن يجب على الإنسان السمع والطاعة تفضلي عبادة الله إذن تفضلي عبادة الله إذن هي المبدأ في كل أمر وهي العاية في كل أمر بارك الله فيك شوفوا الإنسان من أول نفس يتنفسه إلى آخر نفس يلتخذ في هذه الدنيا الأصل أن يكون في عبادة والأصل أن يكون في كنف شريعة الله سبحانه وتعالى العبادة هي المبتدأ لكل أمر والمنتهى من كل أمر فلا يستستقيم هذه النفس البشرية التي خلقها الله فسواها ذرة ذرة إلا بما أوجبه الله عليها لماذا؟ لأنه الصانع ولأنه العالم ولأنه الحكيم الذي يعرف ما يصلح لهذا العبد الذي هو صنعة الله في الأرض طيب من ضمن مراد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه العبادة وأنه فعلا مبتدأ كل أمر ونهاية لكل أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا هذه هي فلسفة العبادة تفضلي جوهر أذن تعتبر فعلا العبادة هي جوهر وصلب الدين والشريعة والعقيدة عندما كما قلت لكم احبوا الله سبحانه وتعالى بقلبي وأؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره الإيمان بقدر الله خيره وشره وحصن الظنب الله هذا عقيدة إذن العبادة هي ترجمان لعقيدة الإنسان وهي ترجمان لمعرفة الإنسان بربه وهو ترجمان لعلاقة الإنسان مع ربه واضح؟ هذه هي فلسفة العبادة عندنا في الإسلام إذن العبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى هكذا وإنما لها مقاصد وأهداف ما هي المقاصد والحكم والأهداف من تشريع العبادات؟ تفضل أولاً الخضوع لله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الأصل أن يعيش الإنسان حياته كلها وهو يشعر بخضوعه لله وذله لله وافتقاره لله وحاجته إلى الله فحاجاتنا جميعاً كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى مدام بين يدي الله إذن مقصد من العبادة طول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لماذا أعبد الله؟ أنا أشعر بأني فعلاً في كل دقيقة بحاجة إلى الله أنا في كل دقيقة أحتاج إلى هذا النفس الذي أتنفسه ونفسي بين يدي الله في كل دقيقة أشعر أني أحتاج قدمي لكي أمشي عليها وحركتي هذه بين يدي الله في كل لحظة أشعر بإني أريد توفيق من الله فأتوسل إلى الله بالدعاء هذا التوسل وهذا التودد وهذا التقرب ما هو إلا إعلان افتقار وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى بكافة أشكال العبادات التي نؤديها لله سبحانه وتعالى هذا أولاً إذن إظهار التذلل والخضوع ثانياً نعم بارك الله فيك تقوية وتعزيز العلاقة بالله سبحانه وتعالى الآن عندما نريد أن نضرب مثال في أمور الدنيا ولله المثل الأعلى قد نتعرف أنا وأنتي كعلاقة كصداقة كيف نريد أن نوطد هذه العلاقة بماذا؟ علاقة بيني وبين صديقاتي كيف نستطيع أن نوطدها؟ بالصدق أكثر من الصدق يعني الآن أحبك وتحبيني وأثق فيك وأصدقك وإلى آخر كيف نستطيع توطيد الثقة أكثر؟ أزورها تزورني أهديها تهديني تتعرف على أهلي أتعرف على أهلها أليس كذلك؟ إذن قضية الصلة الوثيقة شو بتعمل؟ بتقرب العلاقات أكثر فالآن ولله المثل الأعلى من مقاصد الشريعة كلما أردت اشتقت إلى الله اشتقت إلى الله وأريد أن آنس بالله ماذا أفعل؟ أعبد الله لأنني سأجد الله في صلاتي وسأجد الله سبحانه وتعالى في قرآني وسأجد الله في دعائي فإذن هذه العبادات ماذا تعمل؟ توطيد للصلة بين العبد وربه كذلك كمان تفضلي قلنا إظهار حاجة العبد وتذلله وخضوعه واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك الإنسان بطبعه الإنسان كإنسان لو ترك هكذا بدون تنظيم وبدون موجه له سيكون الإنسان للأسف الشديد عبدا لشهوته أو للجمال أو للمال أو للنساء سيفتن لكن الله سبحانه وتعالى عندما هدانا وعلمنا أن نكون عبيدا له وحده لا شريك له ماذا فعل؟ إذن هم حررنا من كل التبعية لغيره وحررنا من القيود من أي قيود بإمكانها أن تقيد الإنسان وتحجم منه وتقزم من وجود هذا الإنسان إذن الله سبحانه وتعالى نحن في كنف الله أحرار أم عبيد؟ أحرار نحن مع الله أحرار لكن نحن نختار ركز ركزي نحن نصل إلى الحرية بماذا؟ بالعبودية لله نصل إلى الحرية بالعبودية لله سبحانه وتعالى دون سواه أيضا من ضمن مقاصة الشريعة وأهدافها العبادة تعرف لإنسان مكانته في الوجود بارك الله فيك من أجمل ما في هذه العبادة وهي تكليف الله لعبده أنها تعزز مكانة الإنسان في الوجود وتعرفه بأنه إنسان مهم عند الله الآن يسقط التكليف عن ماذا؟ أو عن من؟ قال يرفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق حتى يفيق أو يعقل كلام جميل هؤلاء الثلاثة لا تكليف عليهم فهم غير مؤاخذون أو غير مؤاخذين لكن عندما يضعني الله في دائرة الاهتمام ويقول أنت عبد مهم يكلفني ولا يتركني؟ يكلفني عندما يريد سبحانه وتعالى أن يشحرني بوجودي في الحياة يقصيني أم يدنيني؟ يقصيني يبقضني ولا يدنيني؟ يدنيني إليه سبحانه وتعالى كيف يدنيني إليه؟ بطاعته بالتقرب إليه ولذلك من أجمل مقاصد وحكم والحكم أن العبادة أن العبادة تعرف الإنسان بمكانته في الوجود هذه من نسبة لمقاصد الشريعة وأهدافها خصائص العبادة للعبادة خصائص كثيرة جدا منها أن تكون لله وشرحناها في بند الإخلاص ثانيا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأيضا شريحت قبل قليل ثم لا واسطة لا واسطة في العبادة فنحن قال سبحانه وتعالى إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعان إذا العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى لم يقبل الله لأن يكون بيننا وبينه أي وسيط فنحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صلة مباشرة نبث إليه هممنا وأحزاننا وذنوبنا واعترافنا وانكسارنا وخضوعنا دون حرج دون حرج دون حرج بيني وبين الله سبحانه وتعالى أيضا لا يعبد الله إلا بما شرع فنحن قلنا أن كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى يجب أن نأتي هذه العبادة كما يريد الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة أو نقصان أيضا اليسر ورفع الحرج نلاحظ بأن العبادة تكتسم عندنا وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن من أهم سمات العبادة عندنا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها نوع من اليسر ورفع الحرج عن عبيده التنوع الاستمرار نلاحظ أنه جميع العبادات التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها منها ما هو بدني ومنها ما هو نفسي ومنها ما هو روحي وعقلي فإذن العبادات عندنا متنوعة ممكن العبادة تكون داخل البيت أو خارج البيت ممكن العبادة تكون إليها علاقة بأمر ذهني أو أمر قلبي أو أمر لساني أو أمر حركي بدني كالحج والجهاد في سبيل الله هذا التنوع في العبادة ماذا يفعل يرغب الإنسان في العبادة فلا يمل فلا يمل واضح لا يمل الإنسان من هذا التنوع العموم والشمول فالعبادات عندنا تشمل الذكر والأنثى تشمل الغني والفقير السائل المسؤول والرعية كذلك إذن فهي تعم الجميع دون استثناء نأتي في النهاية أو في آخر باند إلى آثار العبادة كيف تؤثر العبادة على نفسية العبد المؤمن تساهم العبادة في تقوية صلة العبد بارك الله فيك أولا تساهم العبادة في تعزيز وتقوية صلة العبد بربه اثنان تربي النفس تزكيها وتوجيها نقوى الثلوط الصحي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها العبادة فعليا تزكي النفس البشرية وتوجيها دائما نحو السلوك الأفضل والأقوام فزكاة هذه النفس يأتي بماذا؟ بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة تفضلي بارك الله فيك من أهم آثار العبادة أن الإنسان بعد أن ينتهي من العبادة الطبيعي أن يشعر بنوع من ماذا؟ الطمأنينة والاستقرار والراحة القلبية التي لا يمكن أن تأتي بغير هذا المفتاح وهو ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلنا أن الله نسق ذرات هذا البدن ذرة ذرة وهو الذي يعلم ما لم يهدئها وما يريحها وما يطمئنها ودلنا عليه فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذكر ما هو إلا نوع من أنواع العبادة أيضا بارك الله فيك نلاحظ أن من أجمل آثار العبادة أنها تقوم بجمع المسلمين وتوحيد كلمتهم وجمع صفهم لماذا؟ لماذا؟ صلوا على رسول الله الآن عندما فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصلوات صلوات الجماعة في المسجد في كل يوم خمس مرات لا نتكلم عن النساء نتكلم مثلا عن الرجال الآن في هذا الاجتماع أصحاب الحي يرون بعضهم بعضا كم مرة في اليوم؟ خمس مرة في الجمعة الجامعة التي تجمع أبناء الحي فقد يروا الأبعد عنهم مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع أما في موسم العيد والذي يأتي فيه القريب والبعيد في مسجد جامع يجمع المسلمين مرتين سنويا في عيد الفطر وعيد الأضحى لاحظ أيضا هناك جمع غفير لكل الألوان والأجناس والأعراق واللغات واللهجات بماذا؟ بالحج بالحج فهناك أيضا اجتماع عالمي في كل عام في موسم الحج هذه الأنواع من العبادات في كل ركعة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عم تعلم أنا لا أقول اهدني أنا أدعو لي ولكل مسلم اهدنا الصراط المستقيم أليس كذلك؟ إذن في كل آية في كل حديث وفي كل حركة وسكنة علمنا الله سبحانه وتعالى ألا نسير فرادة وإنما نسير مع هذه الكوكبة النورانية في مجتمع متناسق ومتجانس ومتحاب كمجتمع مسلم إلهنا واحد وقبلتنا ورسولنا ومنهجنا واحد فالأصل أن نكون جميعا على قلبي رجل واحد وبهذا نكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من آثار هل بقي شيء؟ تعزز الأخلاق للسلوك بارك الله فيك هذه إضافة جميلة من آثار العبادة أنها تقوم سلوك الإنسان وتعزز أخلاق الإنسان بما يعني يجعل الإنسان فعلا عنده نوع من السوية في السلوك لماذا؟ لأن الإنسان يعلم حرمة السرقة ويعلم حرمة الغش ويعلم حرمة الكذب ويعلم حرمة القذف فهذه الأمور في العبادة ونحن نعلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها إذن حتى طهرت المال في الصدقة ليس الهدف منها أخذ المال وإنما الهدف طهرت هذه النفس من الجشع والطمع ويشعر الإنسان أن هذا المال الذي في جيبه ليس حقا له وإنما حقا لغيره وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إذا عاش الإنسان وفق هذه المنظومة من العبادات يعرف الإنسان ما له وما عليه ما يتوجب عليه فيكون بذلك إنسانا مستقيما إنسانا متزنا إنسانا يعرف وقدر الله وقدر نفسه وقدر عبيده ويعرف حقه وحق غيره عليه فلا يتعد حدود الله التي نصبها ولا يتعد حدوده ليطغى على حقوق غيره بهذا العرض المجز للعبادات والجميل جدا لا يسعني إلا أن أشكر الله مرارا وتكرارا أن هدانا للإسلام وأن علمنا القرآن وأن اصطفانا من بين كثير ممن خلق وفضلنا بهذا الدين القويم فرزقنا بفضله وكرمه اللهم لك الحمد أن رزقنا هذا الدين وأن رزقنا ووفقنا إلى العمل فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين وأن يجعلنا فعلا من عباده المصطفين اللهم آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته